السلام عليكم بدنا ناخد الآن أول سؤال على الحركة الدائرية سؤال رقم 33 بحكي The athlete shown in figure 4.33 rotates a 1 kg discus along a circular path of radius 1.06 meter الآن أعطاني إيش أعطاني الماس 1.00 kg أعطاني الرadius R 1.06 meter The maximum speed of the discus is 20 meter per second إذا أعطاني V و V هيتعتبر أقصى سرعة هو أعطاني إيها 20.0 meter per second Determine the magnitude of the maximum طبعاً ها يبقى إلى علاقة بالmaximum فإنما يطلب مني إيش بالmaximum أكيد بدي أستخدم أعلى سرعة ممكنة The magnitude of the maximum radial acceleration ما هو radial acceleration؟ حكينا اللي هو A-R أو A-C لديه اسمين و أصبحت قليلاً لما أيضاً اعطاني قلنا عن PARTICLE لانه طلبه للماكس اذا هنستخدم اي سرعة الماكس ما اللي هو اعطان اياها لـ 20 الكل تربيه على الراديس الراديس كم؟ 1.06 متر شو بتطلع الاجابة؟ بالحاسب بتطلع 377 متر لكل سكن تربيه لانه هذا acceleration هذا فيديو بسيط جدا ما في تطبيق مباشر تابعونا عشان ناخد امثلة اكثر على هذا الموضع الله معكم